حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في حديث معان عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الحديث شهادة لا إله إلا الله يعني يبدأ بالتوحيد يبدأ في الدعوة بالتوحيد لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالأعمال الصالحة حتى يتحقق التوحيد لأنه الأساس نعم يقول في الشهادتين قال فليكن أول ما تدعوهم إليه وفي غيرها استعمل لفظ فأعلمهم هل هناك فرق بين التعليم والدعوة الإعلام هو الإعلام دعوة الإعلام دعوة لا فرق نعم